مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها يوم الثلاثة وأيضا أجواء معتدلة أثناء النهار لكنها رطيفة أثناء الليل قد تميل إلى البرود قليلا في ساعات الصباح الباكر مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن هذا اللون الأحمر يمثل كتلة هوائية معتدلة الحرارة والرطوبة قادم عبر تركيا وشرق البحر المتوسط باتجاه المملكة يستمر تأثير هذه الكتلة يوم الثلاثاء وبقي جزء من يوم الأربعاء لكن يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع قليل لكن تبقى هذه الكتلة موجودة بحيث تطرأ ارتفاع درجة إلى درجتين أما ستصل إلى درجات الحرارة يوم الثلاثة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء لطيفة وفي ساعات الصباح الباكر بتكون الرطوبة مرتفعة وأيضا بتكون الأجواء غائمة جزئيا ونسبة الرطوبة مرتفعة قليلا الصغرى المتوقعة عشرين درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثة أجواء في ساعات الصباح الباكر غائمة جزئيا في فرصة لبعض الأمطار الخفيفة لفترة محدودة في أماكن محدودة على شكل رداد في المناطق الشمالية والأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى نتوقع سبع وعشرين والصغرى عشرين درجة مئوية يوم الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة تصبح الأجواء تقريبا صيفية معتدلة إلى صيفية عادية تقترب درجات الحرارة من معدلاتها العظمى المتوقعة ثلاثين والأجواء أثناء الليل تبقى لطيفة بحدود عشرين درجة مئوية يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح الأجواء صيفية عادية درجات الحرارة ما بين واحدة ثلاثين إلى ثلاثين هي حول المعدل أجواء صيفية عادية نهارا صيفية معتدلة ليلا الصغرى المتوقعة واحدة وعشرين درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربد واحدة ثلاثين ثلاثة وعشرين أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية في فرصة زي ما حكيت لبعض الأمطار الخفيفة على شكل رداد قاصة في المناطق الشمالية قد تصل لبعض المناطق الوسطى العظمى في إربد واحد ثلاثين والصغرى ثلاثة وعشرين عجلون تسعة وعشرين وعشرين أيضا غائمة جزئيا مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة في ساعات الصباح والمفرق ثلاثين وعشرين وجرش ثلاثين وعشرين درجة مئوية أجواء غائمة جزئيا في الشمال ومعتدلة نهارا لطيفة ليلا المنطقة الوسطى أيضا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا تظهر السحب المنخفضة في ساعات الصباح وأثناء النهار خاصة في مناطق المرتفعات الجبلية البلقاء ثمانية وعشرين وعشرين مأدبة سبعة وعشرين وعشرين عمان سبعة وعشرين وعشرين والزرقاء ثلاثين وعشرين والبحر الميت سبعة وثلاثين إلى سبعة وعشرين درجة مئوية أجواء حارة نسبيا والمنطقة الجنوبية أيضا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا الكارك تبني عشرين وعشرين وعشرين الطفيل سبعة وعشرين وعشرين الشراح خمس وعشرين وسبعة وعشرين 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 العقبة حارة نسبيا إلى حارة تسعة وثلاثين ستة وعشرين درجة مئوية والمنطقة الشرقية أجواء مغبرة تقريبا حارة نسبيا بالنهار معتدلة بالليل الأزرق ثلاثين وثلاثين وعشرين أو ثلاثة وثلاثين وعشرين والرويشد أربعة وثلاثين وعشرين درجة مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز سبعة وخمسون فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري